قال مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني علي الدين هلال إن أحد الإنجازات الحقيقية للحوار الوطني هو وجود لغة مشتركة بين الجميع وخلال الجلسة الخاصة بلجنة الأحزاب السياسية أضاف هلال أنه من الصعب تصور ديمقراطية سياسية في غياب حياة حزبية نشطة من جانبه أكد المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان في تعقيب خلال الجلسة أن المصلحة المشتركة للجميع تتحقق بوجود أحزاب متعددة تتواجد معا وتحقق التكامل فيما بينها بمعنى سياسي فعلي مشيرا إلى أن وجود حزب أغلبية لا يعني إلغاء أحزاب الأقلية